الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تابع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل وموقف القطاع الصحي في مبادرة حياة كريمة وتم خلال الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تم التأكيد على وصول متوسط نسب التنفيذ بالمحافظات لوحدات طب الأسرة في الريف إلى 88% وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي فقد تم استعراض المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية التي تضم كل من ضميات ومطروح وكفر الشيخ وشمال سيناء والمينيا أكد المفاوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فليب لازريني التزام الوكالة بمواصلة دعم اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات الأساسية لهم لازريني شد داخل لزيارته إلى مخيمي نور شمس وطول كرم أو على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت المدنية والأممية وأشرت الأونروا إلى أن اقتحام قوة الاحتلال الإسرائيلي للمخيمين الشهر الماضي ألحق أضرارا بالغة بالبنية التحتية وخدمات الوكالة فيهما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من انتشار اليأس والجوع بشكل كبير في غزة إذا لم تبدأ المساعدات في دخول القطاع بكميات كبيرة المكتب أشار إلى أن إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني والعمل المحدود لمعبر كرم أبو سالم في الجنوب أدى إلى خنق تدفق الإمدادات المنقذة للحياة من جانبه أكد برنامج الأغذية العالمي أن توزيع المواد الغذائية في الجنوب متوقف باستثناء بعض المخزونات المحدودة التي يتم تقديمها للمطابخ المجتمعية لأداد الوجبات أكد رئيس أركاني جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال جلسة مجلس الحرب أن الحاجة باتت ملحة للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس يفضي إلى إطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وذكر موقع أولى الإسرائيلي أن هاليفي قال خلال الاجتماع أن جيش الاحتلال يمارس ضغوطا عسكرية على حماس لا سيما من خلال العملية في رفح الفلسطينية مشددا على أن ذلك الضغط يجب أن يكون مرفقا بعملية سياسية لإطلاق صراح المحتجزين وذكر الموقع أن جميع رؤساء وقادة الأجهزة الأمنية بما في ذلك فريق التفاوض عبروا عن موقف موحد خلال اجتماع المجلس وأشددوا على ضرورة التحرك عاجلا للتوصل إلى اتفاق لإطلاق صراح المحتجزين حتى لو كان ذلك بثمن الاستعداد لمناقشة المقترح الأخير الذي وافقت عليه حماس وتقديم المزيد من التنازلات قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن سول فارضت عقوبات على سبعة أفراد كوريين شماليين وأضافت الخارجية أن العقوبات شملت كذلك سفينتين روسيتين وذلك على خلفية تجارة الأسلحة وأنشطة الأخرى بين بيونج يانج وموسكو لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في حريق اندلع في مبنى سكني بوسط العاصمة الفلبينية هانوي وذكرت وكالة الأنباء الرسمية فيتنام نيوز أن الحريق اندلع قرابة الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي وأنه كان حريقا ضخما تخللته انفجارة عديدة نهاية الموجز نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفصل